كيف تعرف وتكتشف مصادر القوة عند ابنك للأسرة دور كبير في ملاحظة التغيرات التي تظهر على ابنهم المراهق حيث أنه في هذا الوقت بالتحديد تبدأ تظهر عليه مميزات قوية لذلك في هذه المرحلة يجب أن ننتبه إلى نقاط القوة لدى ابننا قد تكون في الروح والعقيدة والتدين أو قد تكون في الأخلاق أو قد تكون في المشاعر والوجدان أو قد تكون في العلاقات الاجتماعية أو قد تكون في المهارات اللغوية فنبدأ كوالدين أن نميز قوة ابننا في أي مجال ونبدأ نتثقف في موضوع الذكاءات المتعددة فلا نحكم على الابن بأنه ذكي أو غبي كل الناس أذكياء وكل الأولاد أذكياء قد لا يكون ذكيا في أشياء ولكنه قد يكون ذكيا جدا في أشياء أخرى هذا هو نمط الذكاء المتعدد فيجب أن تعرف نوع ذكاء ولدك صحيح لكل ولد هواية والهواية قد تكون جزء من ذكائه وهي نقطة قوته لذلك أسعد الناس من كانت هوايته هي مهنته سيكون في قمة النجاح والتميز لذلك منذ الصغر يجب أن نلاحظ أولادنا هذه الملاحظة قد تفيدك في توجيه ابنك إلى تنمية نقاط القوة لديه عن طريق تنمية الهواية نفسها أو تنمية مجالات أخرى عند الولد لذلك لا بد من فهم طبيعة الذكاءات المتعددة طيب كيف نتعرف على مصادر القوة عند أولادنا؟ هناك أربع مجالات يجب ملاحظتها في سن المراهقة بالذات وهي المجال الأول هل الولد عنده مصدر قوة بشكل كبير في علاقاته الودية؟ هل هو ودود ولديه قدرة هائلة في بناء العلاقات وفي حل المشكلات ومساعدة الآخرين؟ هل لديه القدرة على أن يخرج مشاعره ويخرج مشاعر الآخرين؟ هذا نسميه الودود المجال الثاني هل الولد لديه قدرة على التحليل والقدرة على المنطق والربط وتسلسل؟ فيتكلم بمنطق عالي وتسلسل كبير هذا نسميه محلل المجال الثالث قد يكون الولد لديه القدرة على التعبير ويمتلك مهارات لغوية هائلة ويحفظ الشعر ويستشهد به وهذا نسميه معبر المجال الرابع قد يكون الولد قائد يحب القيادة يقود الأولاد ويقود الأسرة دائما يخطط ويبحث وينفذ الخطط يضع هدف ويجعل الآخرين يخدمونه هذا نسميه قيادي هذه أربع مجالات يجب أن أرى ابني في أي مجال هو قوي فيه المجال الذي هو قوي فيه تلك هي ميزته وطريقة نجاحه وهي مهنته التي سيعمل بها مستقبلا لكن الشخص الذي يعمل في مهنة ليست من أحد المجالات التي هو قوي فيها سيدخل فيه مشكلة عدم الرضا الوظيفي ولن يستمر طويلا في هذه المهنة وسيكون تقدمه فيها محدود ولن يتطور كثيرا وفي الغالب سيغيرها عندما يجد البديل لكن إذا مهنته تتماشى مع أسلوبه القوي فإنه سيمضي إلى أقصى الحدود في مهنته يتطور ويحصل على شهادات ويحقق إنجازات هائلة الآن لو سألنا أي أب ماذا تريد أن يكون ابنك من هذه الأربع مجالات كل الآباء سيقولون نريد الإبن القائد لكنهم يخطئون في ذلك الاختيار حيث أظهرت بعض الأبحاث أن شخصية القائد هو أقلهم تأثيرا في المجتمع وحتى هذا النمط القيادي في الحياة العملية وظائفها محدودة وعليها قيود كثيرة وبالتالي سيعيش هذا الإنسان متضايق لأن تأثيره محدود بينما قوة الإنسان في قدرته على التأثير سواء من منصب قيادي أو من منصب ودي أو منصب تحليلي أو تعبيري لا يهم ابنك قد يكون لديه واحدة من مصادر القوة الأربعة فيجب أن أقوي هذا الجانب لديه الودود نقوي جانب المشاعر والوجدان لديه ونقوي لديه أيضا الهوايات مثل الاهتمام بالزراعة والورد وزيارة المرضى والمستشفيات نعلمه كيف يساعد قد يكون طبيب أو مرشد اجتماعي أو معالج نفسي المعبر قد يصبح استاذ أو محاضر أو مدرب أو وزير المحلل قد يصبح مخطط وفي المجتمعات العربية هناك نقص كبير في المحللين وفي التاريخ البشري الذين غيروا المجتمعات في الغالب كانوا محللين كالفلاسفة والمفكرين بعض الأنبياء كانت لديهم بعض هذه المجالات عيسى عليه السلام كان ودودا ملك الناس بوده نبي الله موسى عليه السلام كان محللا نبي الله إبراهيم عليه السلام كان معبرا نبي الله يوسف عليه السلام كان محللا ورجل تخطيط استراتيجي أنقذ مصر من مجاعة لكن لم تجتمع هذه الأربع مجالات في أحد منذ أن خلق الله الأرض إلا في نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان ودودا ومعبرا ومحللا وقائدا صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة رضوان الله عليهم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان كان ودودين عمر بن الخطاب كان قائدا علي بن أبي طالب كان معبرا خالد بن الوليد كان قائدا وحمزة بن عبد المطلب كان قائدا رضي الله عنهم جميعا فأولادنا عندما نكتشف ونلاحظ ونعرف نقطة قوته التي نراها في اهتماماته وهواياته في حبه للأشياء التي يقتنيها في الكتب التي يقرأها لذلك الآباء الذين لديهم معرفة جيدة في الذكاءات المتعددة يستطيعون أن يلاحظوا نقاط القوة عند ابنهم ومن ثم توجيه هذا الذكاء وهذه الهواية لتصبح مصدر رزق ودخل لابنهم تدر عليه مبالغ كبيرة بكل سهولة لأنها في الأصل هي هوايته ومصدر فخره في الختام شاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم لتعم الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته